اهلا بكم طيب خلونا ناخد من نفس المنطلق اللي كنا بنتكلم فيه انا وزميلاتي العزيزات كلنا عارفين الخريطة مش كده بنلاقيه اهي دي اسمها مصر كده بقت ليبيا كده بقت فلسطين كده بقت السودان الشمال بتاعنا هو البحر المتوسط فوق البحر المتوسط فيه البحر الاسود عند البحر الاسود من فوق كده هو بدء الحرب هناك فانت متصور بلد عندها كل محاورها شمالا جنوبا شرقا غربا لا استقرار مفيش كل المحاور بتاعتك او كل الاتجاهات الاصلية بتاعتك الشمال والجنوب الشرق والغرب مفيش استقرار طيب هل المسألة بس في انه مفيش استقرار وانها مواطن او اماكن فيها بعضها تلاقي صراع سياسي اماكن تانية فيها صراع مسلح اماكن تانية تلاقي فيها حرب المسألة مش بس كده المسألة ان كل هذه الصراعات بتؤثر بشكل مباشر مش بشكل غير مباشر بشكل مباشر على اي مسار اقتصادي موجود في الدنيا كلنا فاهمين خلاص يعني بقالنا دخلين دلوقتي على سنتين الا كم شهر الحرب الروسية الاوكرانية وشايفين عملت ايه في اقتصاد العالم سابق عليها مسألة كورونا وبعدين تيجي تشوف انه حرب او صراع مسلح موجود في الجنوب عندنا في السودان وعندك الحرب والاعتداء الغاشم اللي على غزة وبالتالي يؤثر على امدادات النفط العالمية طول الوقت وامدادات الطاقة ويهدد الاسعار بانها تبقى بتاعت النفط في حالة تزايد مستمرة وهفكرك خد بالك هفكرك بزمان وقت حرب الخليج النفط زاد في سعره بما يقترب من مية وخمسة في المية مية وخمسة في المية لك ان تتخيل انه حرب اكتوبر تلاتة وسبعين النفط زاد فيها تقريبا خمسين في المية على ما انا اتذكر تقريبا خمسين في المية اللي هي الحرب بتاعتي انا النفط فيها زاد خمسين في المية لكن الحرب في الخليج رفعت النفط المية وخمسة في المية زيادة في السعر هنا تقدر تفهم كويس يعني ايه تدعيات حرب او التدعيات الاقتصادية الناتجة من الحروب في بعض الناس كانت تعطي لك وكل شوية تقول لنا روسيا واوكرانيا طب قدينا بقينا شايفين للأسف الشديد بكل ألم ما يحدث على حدودنا مع فلسطين وقديك شايف انه الصراع المسلح اللي موجود في السودان للأسف الشديد وترتق أصبحت بتزداد والاحتقان بيزيد وما إلى ذلك